قال قائد القيادة الامريكية الوسطى الجنرال كينث مكنزي ان النظام الدفاعي الاماراتي كان فعالا في التصدي للهجمات الصاروخية واشار ان واشنطن تعتزم مساعدة الامارات على تعزيز نظامها الدفاعي الجوي والتصدي للطائرات المسيرة والتعامل معها حتى قبل انطلاقها كما قال مكنزي ان بلاده سترسل سربا من مقاتلات F22 المتطورة الى الامارات بالاضافة الى المدمرة USS Cole التي تتمتع بقدرات دفاعية كبيرة ضد الصواريخ الباليستية والتي ستقوم بدوريات في مياه الامارات